نفس عجينة البقلاوة حضرناها بالفيديو السابق حنظاهرها قبل بوقت لحتى تاخد شوية دفع لانه العجين البارد اتفقنا بينكمش ويصعب مده نفس السبب حنوسع طبقة طبقة لحتى ياخدوا شوية دفع وكمان نقدر نحط كمية وافرة من النشا نستعمل مصفاية ناعمة حتى نحط طبقة مهمة من النشا بين كل طبقة وطبقة اربع خمس ضربات متل ما شايفين من المصفاية بتعطينا طبقة محترمة من النشا ونحط كل طبقة ونكرر هيد العملية لحتى نجمع 12 طبقة فوق بعد بس يصير عنا 12 طبقة فوق بعد كبس يدويا على الطبقات لحتى نوسعهم يدويا ونحاول نضغط على الاطراف اكتر من الوسط لانه بالبقلاوة احنا بنسحب العجين من الوسط للاطراف اذا بالغنا من البداية بالضغط على الوسط هترقل طبقات بالوسط هتتخزق اسناء المد بس تصير الاطراف عسوية طاولة العمل هنقلبها رأسا على عقب هنلاحز انه الطبقات السفلية يلي ما تعرضت للضغط مثل ما شايفين بالفيديو اقصر من الطبقات العلوية هنكرر عملية التكبيس اليدوي لحتى تحصل الطبقات السفلية وتصير بحجم الطبقات العلوية هنستعمل المكبس باول مرحلة من التوسعة اقصر من النشابة لسهولة العمل وبدى منكم تلتفتوا انه كل خطوة هي بتتكرر على كامل اطراف العجينة ولكن كسبا للوقت انا حاطت مرحلة مرحلة ولانه اذا ما كررناها على كامل اطراف العجينة هيصير شكل العجينة مطاول او بيضاوي نحنا بدنا نمدها بشكل دائرة عملية قلب العجين شفناها باول مرحلة اذا كانت الطبقات السفلية مؤسرة عن الطبقات العلوية اول مرحلة بدكن تلتفتولة عملية نفض العجين اثناء المد بس نوسع العجين بهيد الشكل نكبس شايفين كيف عم ننفض العجين نفض هيدا العملية وبذكركم على كامل الدائرة بنكرر هيدا العملية بتساعدنا بتحريك النشا اذا كان متجمع بين الطبقات وبتساعدنا بموضوع التوسعة ايضا المرحلة التانية هي عملية تفقد النشا بين الطبقات بنص مرحلة التوسعة بس تصير عجينتنا بنص الوسع تبعة نتفقدهم طبقة طبقة خصوصا اذا كنا عم نستعمل دقيق غير مناسب ونشا غير مناسب بنضطر نعمل هيدا الخطوة طبقة طبقة منلفة على المكبس ومنتفقد النشا بيناتهم وين نشوف نشا متجمع او تكتلات للنشا من حفة يدويا لحتى تنعم وليكل على مناطق العجين يلي لونة ابيض ما في عليها منغبرة حتى ما تلتصق معنا اثناء التوسعة منغبرة يدويا هيدا بنص بذكركم بنص مرحلة التوسع هنعملها بنرجع منرجعهم بما انه لفينوهم طبقة طبقة على المكبس كل ما رفعنا المكبس هتنزل طبقة منسلمها على الراس ومنمدة لانه نرجع نرجع ع 12 طبقة فبعد المرحلة الثالثة هي عملية التوسعة اليدوية هننكبس على العجين يدويا وبلطف بنضغط عليها ولكن بلطف نحنا بنحس بالنشا عم يتحرك تحت ايدينا لاحظوا هلأ بنغبر شوية غبرة حتى ما تلتصق لانه هنضغط يدويا عليها ونكرر العملية على كامل اطراف العجينة بذكركم مش بس بهيدا الاتجاه شايفين كيف ضغط على العجينة من الوسط الى الاطراف هيدا العملية بدنا نكررها على كامل الدائرة حتى نحصل على دائرة واسعة هي مرحلة مهمة قبل اخر نوصل اخر مرحلة من التوسعة وتوسع معنا العجينة هي قلب الطبقات الوسطى الى الاطراف والطبقات اللي على الاطراف اعلى واسفل لازم يصيروا بالوسط لانه بيكونوا تعرضوا لضغط كبير وصاروا كتير ارقاء ممكن يتخزعوا بينما الطبقات اللي بالوسط بتكون بعدها سميكة ست طبقات رجعناهم لورا وتركنا ست طبقات لعدام لاحظوا هلأ مجرد ما رفعنا المكبس او النشابة اللي حيصير انه الطبقات اللي بالوسط هتصير خارج الى الاطراف والطبقات اللي كانت اعلى واسفل هتصير بالوسط ياللي صارت رقيقة وحتى تكون كل الطبقات بنفس السماكة هيدا قبل اخر مرحلة من التوسعة وبتصير عجينتنا من مدة بعد اخر خطوة بتصيرها بحجم النشابة وتصير جاهزة للاستعمال انا خباز ال99 اذا كنت بتهتم بهالمواضيع ما تنسى المتابعة والاعجاب ومشاركة الفيديو